الطائرة الروسية من طراز تومي واربعة وخمسين هي طائرة سوفيتية الصنعي ظهرت عام 1960 وكانت الطائرة الأكثر استخداما في دول المعسكر الشرقي سابقا تومي واربعة وخمسين هي طائرة نفاثة صممت للعمل على الخطوط المدنية لنقل المسافرين قبل أن تشيع استخداماتها العسكرية يبلغ طول الطائرة نحو 48 مترا وارتفاعها 11 مترا و40 سنتيمترا والمسافة بين امتداد الجناحين نحو 37 مترا ونصف المتر تومي واربعة وخمسين تتسع لنحو 180 راكبا وتبلغ سرعتها 850 كم في الساعة على ارتفاع 11 كم تومي واربعة وخمسين هي حصان العمل لخطوط النقل المدنية والعسكرية خلال الحقبة السوفيتية ولسنوات عديدة بعد سقوط الستار الحديدي الحوادث التي وقعت لهذا الطراز كانت نتيجة العنصر البشاري إما قيادة الطائرة أو التوجيه أو الاستخدام المكثف الطائرات المتواجدة في الخدمة لدى وزارة الدفاع تخضع لخدمات وإجراءات تحوطية وأعتقد أنهم من الصعب العثور على عطل يتعلق بالطراز في الخامس والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2016 طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية من طراز تو مائة واربعة وخمسين اختفت من على شاشة الرادار بعد إطلاعها من مطار آدلر في سوتشي جنوب روسيا على البحر الأسود وكان على متن الطائرة 92 شخصا في عام 2001 تو مائة واربعة وخمسين تابع لشركة فلادي فاستوك آفيا تحطمت بالقرب من مطار إيركوتسك في سيبيريا نتيجة خطأ الطيار الحادث تسبب بمقتل مائة وخمسة واربعين شخصا عام 2001 أيضا تحطمت طائرة روسيا من هذا الطراز عند شواطئ مطار آدلر في سوتشي وراح ضحية الحادث ثمانية وسبعون شخصا في عام 2002 في جنوب غرب طهران تحطمت طائرة تو مائة واربعة وخمسين وقتل مائة وسبعة عشر شخصا كانوا على متنها في عام 2010 الرئيس البولوني ليخ كاشينسك وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى في البلاد لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة تو مائة واربعة وخمسين الرئاسية البولونية في سمالينسك غرب روسيا وبالغ عدد ضحايا الحادث ستة وتسعين كما الحال مع الطائرة من طراز بوينغ سبعمائة وسبعة وعشرين طراز تو مائة واربعة وخمسين توقف إنتاجها منذ شباط فبراير عام 2013